يعني اكيد عشان في ناس كتير بتفرج علينا زي انا مدمنة دزيرت بحب السكر جدا 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 بيقص عمودي لو لو في يوم عاملة لو انا في الضايت عموما يعني لو في يوم او حتى في حياتي الشخصية لازم اخد حاجة مسكرة يعني بتفرق معي جدا بعد الغداء ودي سقافة للأسف تعودنا عليها من احنا صغيرين بعد الغداء موما بتبعملة كيك او في جاتو او في ده لازم فاعمل ايه انا مدمنة سكر وبحب السكر جدا جدا فازاي ارضي الكريفنج في ساتي او الحاجات اللي انا ببقى نفسي فيها وفي نفس الوقت انا مش عايزة تخنوا الدني بتبوز بسبب السكر يعني انا في حياتي باكل عادي طبيعي بس بايجي عند السكريات هالي بتبواز للدني خلينا اعكس السؤال لو انا قولنا هناخد الديزيرت ده قطعة كيك مثلا ماشا انت استمتعتي بالساعة دي بعد الساعة ايه اللي بيحصل لا الغلطة لحظة والندم سنية لا مش فكرة بتندمي انت المتعة اختفت المتعة ما بقاشر يبقى هي الفكرة كلها في اللحظة زي ما قلتلك انت معاودة الانسولين يفضل في حتة معينة هو مستني قطعة الكيك لان دي اصرح حاجة تخليه يطلع السكر هو اصرح حاجة تخلي الانسولين يتحرك عشان كلا دايما يجي واحد يقول لك انا جسمي محتاج سكر هو مش جسمك اللي محتاج سكر هي الحتة دي يعني بتاعة الكيك هي دي اللي هتفرق في وزننا ما هي الفكرة مش فكرة وزنها بكلمش وزن في ميتنج مع اي حد وهم في طريق فيه جوع مرتبط بالنظر انت ما تشوف قطعة الكيك قدامك والمولتن كيك مثلا بتتحرك وانت مش جعين هتطلبها هو ده كريفنج فانت هتطلبه بدلا ما انت بتطلب في انجان قهوة فانت بتطلب قطعة كيك جامبو لانه ده مرتبط بالنظر هو ليه بيعرضها لك يعني هي الفكرة كلها ما المنيو ينزلوا خلاص ليه دايما بتشوفها قدامك ليه دايما بيستفز حسة الشم عندك ما هو ده نوع من انواع الجوع ده نوع الماركتنج نوع عم بيحطه صور روشيني شوية فانيليا هنا كده ده اللي بيحصل على باب المطاعم صور اللي هو المولتن كيك وهي سايحة والساندويتش وهو قدك كده فاتجوع اه فاتجوع ده جوع وهمي انا لما اجي حل المشكلة دي الحل بيبقى تدريجي ما بيبقاش مرة واحدة ما نفعش اجي اقولك انت من بكرة ما فيش كيك فمش هينفع تعملي كده لان انت لو عملت كده مرة او اتنين هتتحطي تحت رحمة الاقلاع عن ادمان السكر زي وزي ادمان المخدرات بالزبط الفكرة صعبة وشارسة ومؤذية جدا للجسم ومؤذية نفسيا فالموضوع بيحصل تدريجي احنا اللي هيحصل ايه احنا هنجيب قطعة الكيك من بعد الغدى نحطها قبل الغدى حلو حلو الكلام قطعة الكيك قبل الغدى هتأثر لي على وجبة الغدى هتقلم من الكمية اللي انا ممكن اكلها في الغدى بالزبط فده مع الوقت هيعملك مشاكل فانت لأ قطعة الكيك دي هتبقى نص عشان تقدر يتاخد وجبة الغدى كاملة بتاعتك لان انت حسيت بمشاكل بعدت الكيك دي بدل ما هي قبل الغدى بنص ساعة بقت قبل الغدى بساعة بقت مع فنجان قهوة بعد كده انا ما عنديش مشكلة في نص قطعة الكيك انا عندي مشكلة في بقيت اليوم لو انت مثلا شخص بيشرب مشروبات بيتحط عليها سكر انت كده عملتلي مشكلة انت لو تشربي كوباية شاي عليها معلقة سكر اربع كوباية بقى اربع معلقة سكر طب السكر الضيط بديل لذيذ بديل مخرج يعني دايما اقول النقطة دي لان الناس دايما بتعتمد عليه هو او ما بيتخنش وما بيستفزش الانسولين وكل حاجة بس استيل حاجة مصنعة ايا كانت حاجة مصنعة فهي ممكن تبقى مخرج يبقى انت عارف ان انا خلال ست شهور هاقلع عن السكر تماما السكر الصناعي بيساعدني ان انا اقدر اقلع عن ده في مدة مثلا تبقى ثلاث اربع شهور بس ابقى عارف ان انا هوصل لذيره سكر والله بدون مبلغة يعني الابحاث كلها بتقول ان انت مجرد اقلاعك عن السكر فانت سبعين في المية من مشاكلك الصحية اللي بتقابلها في حياتك انتهت مقاومة انسولين سيلات تكايس مبايد ممكن ما يحصلش حمل كبد دهني سكر من النوع التاني في حالات كتير جدا حياتها بتتغير واتويتها بتتغير تماما من سكر من النوع التاني لمجرد ان هو بيقلع عن السكر هو مقاومة الانسولين غير السكر نفسه المرحلة الاولانية يعني مقاومة الانسولين دي الفكرة كلها ان الانسولين ده بياخد الجلوكوز اللي هو السكر يروحوا لخليها يخبط عشان يدخله جوه يبقى طاقة العلاقة ما بين الخلية والانسولين علاقة قوية جدا لو العلاقة دي توترت بيحصل مقاومة الانسولين فبيركن الجلوكوز برا في الدم ودي الإنسان بيعرفها؟ بيعرفها طبعا دائما تلاقي الشخص اللي بيكون منطقة البطن والأجناب عنده زيادة وزن بيبقى فيها كتير جدا فده بيبقى يخلينا شك فيه إنه عنده مقاومة إنسولين بيحصل تغير في درجة ألوان الرقبة اللي هي بدأت تبقى بني أو مسمرة شوية فده بيديني شك برضه في مقاومة الإنسولين في حاجات كتير جدا ممكن تخلينا شك فلما بنبدأ نعمل فحصات اسمه هوم اي ار ده الفحص بتاعه بتعمل صايم بنبدأ نبص على الأرقام بناء على الأرقام بتبدأ تخش بقى في خطط على جاي لو أنت دخلت مرحلة أنت بقيت مريض مقاومة إنسولين أنت غصبا عنك هتقطع سكر هنا ده اللي أنا بخاف منه أن أنا غصبا عنك تعمل الحاجة مش عايز أخذك أيوة لو أنا غصبتك أنت مش هتقطع بس أنت والأدوية اللي بتساعد على مقاومة الإنسولين أعراضها الجانبية شرسة جدا فاللعبة كلها أنت عايز من جسمك إيه هي دي الفكرة أنت ممكن تأكل وتتبسط وتستمتع وتستمتع بكل حاجة موجودة على وش الأرض بس مخك هو اللي شغال أنت بوب عشان أنت فت كده وعمل دايت كل الوقت أنا مش فت أنا كلام ده كله مش وكل معايا أنا كلام ده كله مش وكل معايا أنا بأخذ دايما وجهة نظر بقى المواطن من الآخر أنا بحب وجهة نظر المواطن يعني أنا جاي بعد كل ده أنا بأكل وبشرب ومقضي حياتي فل الفل وبفتر اللي أنا عايز هو طبق فل قدي كده هو لليه قدي كده؟ عشان أنا بحب الفل لأ مش أنا يعني أنا باتكلم أنا وأخذ عشان يشبع وجهة نظر المواطن صدقني إسماني يعني أنت لو جبت شخص مثلا بيشتغل في بنك وقعد على مكتب زي شخص مثلا بيشتغل أعمال بدنية وبيشيل أحمال ليه اللي قاعد على بنك ما بيطلبش طبق الفل اللي قد كده بيكتفي بالساندويتش أي أن كان الساندويتش ممكن يبقى صحي سريعة بسرعة غير صحي لأ ده بحتاج مجهود بدني يفضل شبعان عليه مدة طويلة عنده حاجاتها تحرق سيبك من الوزن بقى خلينا نتكلم صحي لا مش الوزن يا سوحة أنا بحاول أتكلم بالبلدي سيبك بقى من حر ومر وانسولين ومنسولين كل ده احنا عارفينه يعني هو كلام الراجل بيقوله مزبوط مية في مية مش بجدله فيه أنا باخد وجهة نظر المواطن أنا بقول لك هو بقى الشخص ده اللي هو أغلب المواطنين أغلب المصريين بيأكل عشان يفضل شبعان مدة طويلة لأنه هو ما عندهش رفاهية إنه هو ممكن الساعة 12 ياخد سناك أو لفظ سناك ده بالنسبة له مش مقبول أصلا فبيأكل كمية الفول دي حتى أنت فيه ناس مثلا بيروح يشتري طبق الفول بعشرين جنيه مثلا لو فضل ربعه هو شبع هيرمي؟ لا هيكله هيكله بالزبط كده ليه؟ كونسبت ثقافة أنا بطنة اتميلي لغات لما نفسي يتقطع تماما فنفضل شبعان أطول فترة ممكنة الجريمة دي بنعملها مع مين؟ كونسبت الجمل بنعمله مع مين؟ أيه بزبط الجريمة دي بنعملها مع الأطفال اتلاقي الأمهات الصبح مثقفين ومتعلمين ومستوى اجتماعي عالي جدا وعملها لبناء سندوتشات فول هو رايح المدرسة الفول من أشرس الحاجات اللي بتحتاج المعدة بتهدمها محتاجة مجهود عنيف جدا فبالتالي الدم بتاع الجسم كله بيروح للمعدة اطماطيك إيه اللي هيتأثر؟ وظيف المخ فيبق ابنك قاعد في أول 3-4 حصص عمال ينام ويروح عشان كده دايما يقولك اللي بيأكل الفول بيتايس اللفظ ده صحيح وفعلي ليه؟ دم الجسم كله فيه مصيبة بتحصل في الجهاز الهضمي عايزين نلحق نهضم الكارسة دي فالدم كله بيروح وظيف المخ بتهدأ ابنك ما بيركزه طبيعي إنه يفضل نايم أول 3-4 حصص هي دي الفكرة لكن الشخص التاني بيلع ما أقولك اللي قاعد في بنك مخه شغال صح فهما ما عندوش رفاهية النباطه تبقى مليانة وممكن على الساعة 12 اللي هو قطع أكله ونسي يطلب بقى الأردرات اللي مش كويسة اللي هو عارف إنه هو خلاص كمان سعبونه طبعا أنا لو عايز أكل يعني أكل بقى يعني أدب بقى لغ يعني فاهم ما عندش مشكلة على فكرة أنا ما عندش أزمة مع الفول ولا مع البتنجان ولا ولا بس لما أجأ أقولك مثلا البتنجان المحمر والبتنجان المشوي ده هينقلك نقلة صحية وده هيحطك في حتة صحية تانية خالص صدقني أنت مش هتستوعب الكنسيبت ده مش أصدق عليك أنت طبعا أصدق عمتا على المواطن مش هستوعب الفكرة دي اللي لما فعلا يلاقي الكوليسترول بتاعه عالي وهب ضغطه بقى عالي لأ ضغطه بقى عالي تحجز في المستشفى هنا بقت المصيبة طب أنا استنى ليه لما الكارسة تحصل لما الكارسة تحصل أكل محمر أكل أكل بطاطس محمرة وأكل بتنجان محمرة بس مش يوميا مش أخد عدد مرات كتير جدا مبقاش فطاري بطاطس محمرة مبقاش فطاري بطاطس